وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة وتكتيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية وذلك تعظيماً للمزايا النسبية التي تتمتع بها مصر سواء من حيث توافر البنية تحتية لازمة أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر كما شدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه بوزير الاتصالات عمر طلعت على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب واعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي قد اطلع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية وذلك في مصر في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في إبريل الماضي كما تابع الرئيس السيسي جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات ترجمة نانسي قنقر